نفى المركز الأعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن وضع إجراءات جديدة لدخول مصر تمنع مواطن عدد من الدول من الحصول على تأشيرة عند الوصول وإلزامهم باستخراج تأشيرة مسبقة من السفارة المصرية التابعة لدولهم أو التقديم على تأشيرة سياحية إلكترونية عبر بوابة الحكومة المصرية وأشر المركز إلى أن التقرير المتداول مزيف وغير صادر عن أي جهة رسمية بالحكومة مشددا على أنه لم يتم إصدار أي تقرارات جديدة تتضمن تغييرا في إجراءات دخول البلاد من مختلف الدول وأن كافة الإجراءات المعمول بها حاليا بالمطارات والموانئ المصرية سارية كما هي دون أي تغيير ترجمة نانسي قنقر